مباراة المنتخب الوطني ضد الكونق الديمقراطية مباراة شعب بأكمله ولكن أقول على أن الجمهور هو رقم واحد لا في المساندة للمنتخب الوطني في كينسا لأنه لو لهذا الجمهور مع عدد شرح للعبين لغم المستوى الهزيل في بداية المباراة ولكن هدف مقابل هدف بذلك الأجواء اللي شفنا ديال تأهب ديال الجماهير الكونغولية وكذلك الملعب المعشوع لعصب اصطناعي ولكن أظن على أن الدارة البيضاء ستكون نقطة تحول بالحضور الجماهير وكذلك اللاعبين اللي أكدوا لأنهم سيلعبون إن شاء الله من أجل إعادة الروح وكسب الرهان والصعود للمرة الثانية على التوالي للقطر لأن دولة عربية وتواجد المنتخب الوطني ضرورة مرحة باش تكون نتائج لأنه غد يكون جمهور كبير في قطر وموعدنا إن شاء الله في قطر ما غداش نقولوها قبل المباراة لأننا غير متحفزين والأمن المنتخب ولكن الأمن الأول هو الجماهير ثم العناصر الوطنية ولكل مكونات اللي تخدم في كرة القدم من جامعة من جامع مسؤولين واللي نشكرهم كذلك على النقطة الإيجابية لتحول جماهير لكينشاصة اللي كان تحول كبير جدا ورغم التعب كانوا حاضرين في كينشاصة وما بالك بمركب محمد الخامس إذن الموعد يتجدد مع صعود المنتخب الوطني وفرحاء وخروج للشوارع إن شاء الله بعد نهاية المباراة وخروج المنتخب الكنغولي بسفر وتفوق المنتخب الوطني